مساء الخير شباب أثناء تثبيت ويندوز على أحد لابتوبات HP الحديثة ظهرت عندي المشكلة التالية تعذر العثور على أي محركات أقراص للحصول على برنامج تشغيل تخزين أنقر فوق تحميل برنامج التشغيل مع الملاحظة أصدقائي أنه هذا اللابتوب فيه هارد ديسك الهارد ديسك متصل فيه وشغال مية بالمية شو حل هي المشكلة خليكم معي لنهاية الفيديو بالبداية أصدقائي بخرج من تثبيت ويندوز كلياً وبعيد التشغيل وبدخل على البيوس طبعاً الدخول للبيوس بأجهزة HP عن طريق الضغط على زر الـ F10 بفيديو سابق أصدقائي تحدثنا عن هي المشكلة وكان السبب الخاص فيها أنه خيار الـ VMD شغال بحالة إنابل وعطلناه وحطيناه بحالة ديسابل وهلأ فتنا على البيوس الخاصة بـ HP لنشوف هل هذا الخيار موجود لحتى نعطله بنتقل بالخيارات عندي السيكوريتي ما فيه شي اسمه VMD لحتى عطله بنتقل عند الـ Configuration كذلك الأمر ما فيه أي شي رح أنزل عند الـ UEFI وبدخل عليها بلاحظ في عندي الـ Interrapid Storage Technology رح فوت عليها بلاحظ أنه الـ Hard Disk موجود ومتصل وهو SSD NVMe طيب ليش مع بيظهر الـ Hard أثناء تثبيت الـ Windows؟ إذن في عندي تعريف خاص بهاردات الـ SSD على لابتوبات HP حصرا لحتى يظهر الـ Hard أثناء التثبيت إذن مثل ما ذكرنا خيار الـ VMD ما له موجود نهائيا ضمن هاي البيوس كيف فيني ثبت الـ Windows؟ من وين بديجيب تعريف الـ VMD أو الـ Controller الخاص بـ Intel؟ هلأ مننتقل لجهاز كمبيوتر آخر لحتى نشوف الطريقة وهلأ يا شباب بنتقل لجهاز كمبيوتر شغال عندي لحتى يحمل عليه لدرايفر الخاص بالـ VMD الخاص بهاردات الـ SSD على لابتوبات HP بنتقل لمحرك البحث جوجل وببحث عن HP Driver بختار نتيجة البحث HP Driver & Software وبفتحها بنافذة جديدة بنزل لتحت شوي وبختار لابتوب تفتح عندي هاي الصفحة بنزل لتحت شوي في عندي مكان للبحث عن رقم الموديل الخاص باللابتوب يلي عندي طريقة الحصول على رقم موديل الجهاز ليوضعه بموقع HP لتحميل الدرايفر بسيطة جدا عن طريق تشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F10 بيفوتني على البيوس الخاصة بلابتوبات HP من هذا المكان أصدقائي مثل ما اننا شايفين HP لابتوب 15-DY2 مجرد ضغطت هاي العبارة ببدايته فورا بيعطيك جميع الموديلات المتشابهة من اللابتوب أو هاد هو البرودكت نمبر 4Q8Y1UA ومن ثم بتطلع عندك جميع الموديلات القريبة لهاد اللابتوب بعد ما وضعت رقم موديل اللابتوب اللي عندي أو رقم موديل المنتج بيعطيني لابتوبات متشابهة تقريبا بالدرايفرات رح اختار أي واحد بيناتهم ما عندي أي مشكلة مثل ما اننا شايفين عم يقلي HP لابتوب 15-DY20 كذا كذا بنزل لتحت شوي بهذا المكان عم يقلي إختار نظام التشغيل رح اختار ويندولز 11 وبهذا المكان عم يقلي إختار الإصدار الخاص فيه رح اختار أحداث إصدار بنزل لتحت شوي وبختار Submit بيعطيني لدرايفرات كاملة الخاصة باللابتوب يلي عندي وطبعا بإمكانك صديقي تحط بنفس رقم الموديل اللي عطيتك يا وبيشتغل معك لأي لابتوب HP بشكل عام بنتقل عند درايفر ستوريج وبهذا المكان بختار Interrupt Storage Technology Driver وبعمل له Download تحميل اللي عندي على جهاز الكمبيوتر بعد ما حملت الدرايفر اللي عندي بيطلع عندي بهذا الشكل بضغط عليه زر يميني ظهار المزيد من الخيارات طبعا أنا عندي برنامج الوينرار وبعمل استخراج إلى اسم الملف نفسه بقوم بنسخ هذا المجلد على الفلاشة اللي عليها نظام التشغيل اللي حرقت عليها نسخية الويندوز أنا هلأ وضعت الفلاشة عندي بجهاز الكمبيوتر وهي هي الفلاشة نعمل فتح وهلأ بنسخ المجلد اللي استخرجته من تعريفة الويندوز لقلب الفلاشة أكيد لازم يكون مفكوك الضغط وهلأ من أخرج الفلاشة من جهاز الكمبيوتر اللي عندي وبنتقل لجهاز الكمبيوتر يلي بدي يثبت عليه الويندوز وبعد ما رجعنا لجهاز الكمبيوتر اللي بدنا نثبت عليه الويندوز ما نقوم بوضع الفلاشة بمدخل اليو اس بي ومنشغل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر الاف تسعة زر الاف تسعة يا شباب بلابتوبات اتش بي بيعطيني قائمة البوت مينيو اللي بدي أقلع عن طريقة إما عن طريق الفلاشة أو عن طريق الهارد ديسكة أو أي شيء أنا متصل فيه على جهاز اللابتوب طبعا أنا بدي أكيد أقلع عن طريق الفلاش ميموري لحتى ثبت الويندوز تظهر عندي خيارات التثبيت الاعتيادية بضغط على التالي التثبيت الآن قوم بالموافقة على جميع الشروط وبضغط على التالي ومن ثم باختار مخصص مثل ما أنا شايفين أصدقائي ما ظهر الهارد ديسك عندي بضغط على تحميل برنامج التشغيل من هذا المكان تظهر عندي هي الرسالة لتثبيت برنامج تشغيل جهاز محرك الأخراس أدخل وسائط التثبيت وما إلى هناك بضغط له استعراض ومن هذا المكان تظهر عندي الفلاش ميموري بضغط عليها مرتين وبدخل على المجلد الخاص بشركة HP اللي نسخته على الفلاشة باختار منه المجلد F6 برجع بذكر المجلد F6 وبضغط على موافق رح نلاحظ أنه طلع عندي سطرين انتل RST VMD كونترولر وانتل RST VMD ماناجد أكيد رح اختار الكونترولر من هذا المكان وبضغط على التالي ومثل ما أنا شايفين أصدقائي ظهرت عندي جميع الأقراص فيني من هذا المكان احذف أقراص أو ثبت ويندوز على قرص معين وساوي اللي بدي يعني شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة